السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطلبات الصف الثالث السنة والزراعي أهلا ومرحبا بكم في مادة النباتات الطبية والعطرية قسم إنتاج الحاصلات البستانية النهاردة هنتكلم عن العوامل المؤثرة على نمو وإنتاج النباتات الطبية والعطرية وقبل ما نتكلم عن درس النهاردة هنبتدي نسترجع اللي أخدناه في الحلقة السابقة تكلمنا في الحلقة السابقة عن تعريف النبات الطبي وقلنا إيه هو النبات الطبي قلنا إنه هو أي نبات له تأثير فيسيولوجي على جسم الإنسان أو الحيوان ويستخدم في العلاج وتكلمنا عن النبات العطري وقلنا إيه هو النبات العطري إن أنا بستخلص منه زيوت عطرية في أي جزء من أجزاء النبات سواء أنا باخد الزيوت العطرية من السوق أو من الأزهار أو من الأوراق أو من الخشب أو من الجزء من أي جزء من أجزاء النبات وتكلمنا عن تصنيف النباتات الطبية والعطرية وقلنا تصنيف النباتات الطبية والعطرية بقسمها بصنفها لحدين عندي نباتات طبية وعندي نباتات عطرية نباتات الطبية اللي هي بتحتوي على مواد فاعلة مثلا عندي تحتوي على قلويدات جليكوسيدات تأنينات مواد مرة مواد هلامية روتنجات زيوت سبتة فيتامينات وأملاح معدنية بعد كده تكلمنا عن النباتات العطرية وقلنا أن النباتات العطرية الزيوت العطرية بتوجد في أي جزء من أجزاء النبات سواء الأوراق زي الريحان زي النعناع زي البردقوش زي الورد الفل اليسمين اللفاندر جميع الحاجات دي الزيوت العطرية بتكون موجودة بعد كده أخذنا أن الزيوت العطرية بتكون موجودة في بتلات الأزهار زي الورد والفل وفي برضو الزيوت العطرية بتكون موجودة في الخشب زي نبات الصندل وبرضو الزيوت العطرية بتكون موجودة في القلف زي نبات الإرفع وبعد كده تكلمنا عن تقسيم النباتات الطبية والعطرية تكلمنا عنها سبع تقسيمات قلنا عندي تقسيم ابجدي في تقسيم نباتي في تقسيم مورفولوجي او ظاهري ان انا بشوف ايه هو الجزء اللي انا بستخدمه في النبات هل انا بستخدم النبات كله اللي هو العشب كله ولا بستخدم الاوراق ولا بستخدم الازهار ولا الجزور بعد كده تكلمنا عن التقسيم الفرماكولوجي وده بيكون التقسير الطبي للنبات وقلنا في مواد في نباتات بتكون منبهة في نباتات بتكون مخدرة في نباتات بتكون مساهلة او ملينة في نباتات تستخدم في علاج امراض القلب في نباتات تستخدم كمواد ملونة وكصبغات وفي نباتات انا بستخدمها كمبيدات حشرية ده بالنسبة للتقسيم الفرماكولوجي وتكلمنا عن التقسيم الكيماوي وقلت التقسيم الكيماوي اللي هو تقسير المواد الفعالة الموجودة في النباتات سواء قلودات وقلنا ايه هي امثلة النباتات اللي بتحتوى على قلودات جليكوسيدات تأنينات مواد مرة مواد هلامية راتنجات صابونيات زيوت سبتة فيتامينات واملاح معدنية بعد كده تكلمنا عن التقسيم المناخي قلنا التقسيم الموسمي او المناخي عندي في نباتات صيفية انا بزرع في مارس وابريل في عندي نباتات معمرة بزرع في مارس وابريل في نباتات شتوية بزرع في اكتوبر ونوفمبر وبعد كده تكلمنا عن التقسيم التجاري وقلنا التقسيم التجاري انا بقسمه الى نباتات طبية الى نباتات عطرية الى توابل وبهارات الى نباتات انا باستخدمها كمشروبات وبعد كده تكلمنا عن مصادر النباتات الطبية والعطرية قلنا في مصدرين للنباتات الطبية والعطرية قلنا في نباتات بتكون برية وفي نباتات بتكون منزرعة نباتات برية بتنمو تلقائيا دون تدخل الانسان على حواف الطرع والمصارف بتنمو في الصحاري بعد كده تكلمنا عن النباتات المنزرعة وقلنا النباتات المنزرعة اننا بقدر اننا اتحكم في الظروف البيئية للنبات سواء ضوء او سواء حرارة او سواء رطوبة لان كل نبات بيختلف في درجة الحرارة والضوء والرطوبة وبعد كده قلنا في عيوب في مميزات للنباتات البرية اللي هي بتنمو تلقائيا دون تدخل الانسان ان هي بتكون رخيصة السمن بتكون نسبة المواد الفعالة فيها بتكون مرتفعة عشان كده انا ما بستخدمش اي مبيدات او اي اسمدة كيموية وبعد كده قلنا اي هي عيوب النباتات الطبية والعطرية قلنا عيوب النباتات الطبية والعطرية البرية صعوبة جمعها صعوبة نقلها قلنا لان هي بتكون في اماكن بعيدة سواء في الصحاري او على حواف الطرع والمصارف بعد كده ممكن ان انا بجمع نباتات مخالفة مع المنتج اللي انا حجمعه او ممكن ان انا بجمع النباتات في اطوار مختلفة غير الطور اللي انا عايزة لان انا عندي في نباتات بتكون المادة الفعالة في اطوار مبكرة فانا ممكن بجمع في طور متأخر وبالتالي بتقل نسبة المواد الفعالة بعد كده تكلمنا ان في معوقات بتقابني عند زراعة النباتات الطبية والعطرية قلنا يعني ايه معوقات يعني مشاكل بتقابني اول حاجة ارتفاع تكلفة الانتاج عدم توفر الايد العاملة عدم توفر فنيز وخبرة عدم توفر اصناف علية الانتاج وبعد كده قلنا ايه المقاومات اللي انا بعملها علشان ازرع او اتوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية قلنا اول حاجة لابد من توفر رأس المال لابد من توفر الايد العاملة لابد من توفر فني زو خبرة لابد من توفر اصناف عالية الانتاج وقلنا برضو تكلمنا عن التوزيع جغرافي وقلنا في اربع محافظات بتمثل اكبر المحافظات انتاجا للنباتات الطبية والعطرية قلنا عندي زي الفيوم بنسويف اصيوت المينيا اربع محافظات دي بتمثل مساحة 80.6% من زراعة من مساحة النباتات الطبية والعطرية المنزرعة في جمهورية مصر العربية النهاردة هنتكلم عن العوامل المؤثرة على نمو النباتات الطبية والعطرية وقبل ما نتكلم هنسترجع كم سؤال سواء اكمل او سواء اذكر بحيث ان احنا برضو نعرف ايه هي النظام الاسئلة اللي هي بتيجي في الامتحان تعالوا كده نشوف مع بعض وممكن يجيلي في الامتحان يقولي ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة الخاطئة النبات العطري هو النبات التي يحتوي على زيت عطري في اي جزء من اجزائه انا لسه ايلاها قلنا النبات العطري بيحتوي على زيوت عطرية في اي جزء من اجزاء النبات سواء في الساق او سواء في الاوراق او الازهار او الخشب في اي جزء من اجزاء النبات وبالتالي العبارة صحيحة بعد كده الزيت العطري في الورد يوجد في الساق العبارة بتكون خاطئة لان انا عندي الزيت العطري في الورد بيوجد في بتلات الازهار بعد كده يعتبر القنب الهندي من امثلة النباتات المسهلة طبعا العبارة بتكون خاطئة لان انا عندي القنب الهندي من النباتات اللي انا بستخدمها كنباتات مخدرة بعد كده عندي الزيت العطري في نبات الصندل يوجد في الخشب العبارة بتكون صحيحة وبرضه عندي الزيت العطري بيكون في نبات الارفة بيكون موجود في القلف بعد كده الشيح من النباتات الطاردة للديدان العبارة بتكون صحيحة بعد كده اكمل العبارات الاتية ممكن يجيلي في الامتحان اكمل العبارات الاتية من امثلة النباتات التي تحتوي على جليكوسيدات لان انا قلت فيه النباتات الطبية بتحتوي علي مواد فعالة سواء جليكوسيدات قلودات تأنينات مواد مرة روتنجات مواد هلامية زيوت سبتة كل الحاجات دي بتحتوي عليها النباتات الطبية هنا بيقول لي بقى ايه هي امثلة النباتات التي تحتوي علي جليكوسيدات عندي زي الصبار السيناميكي بصل العنصل الديجيتالز النباتات دي بتحتوي علي جليكوسيدات بعد كده من امثلة النباتات المنبهة والمنشطة عندي امثلة النباتات اللي انا بستخدمها كمنبهة وكمنشطة زي البن والشاي بعد كده الزيت العطري في النعناع يوجد في نقط الزيت العطري في النعناع أو في الرايحان أو الزعتر أو البردقوش بيكون موجود في الأوراق بعد كده من أمثلة النباتات التي تستخدم بزورها طبيا نقط يبقى عندي النباتات اللي أنا بستخدم البزور طبيا زي بزور الخروع بعد كده تحتوي بزور الخلة على مواد مرة يبقى على مواد تحتوي بزور الخلة على مواد مرة دي طبعا إحنا قلناها طبع التركيب الكيماوي للنباتات الطبية قلنا لأن نباتات بتحتوي قلودات جليكوسيتات لسه إليها على نباتات على مواد مرة يبقى من أمثلة المواد المرة اللي هو نبات الخلة بعد كده عندي نبات الأناتو نبات الأناتو ده أنا بستخدمه في إيه؟ أنا بستخدمه كصبغات ومواد ملونة وممكن أن أنا بستخدم القطيفة ممكن بستخدم الكركديه ممكن بستخدم الكلانديولا أو الأقوان ممكن بستخدم الحنة كل النباتات دي أنا بستخدمها كصبغات ومواد ملونة بعد كده من أمثلة النباتات التي يستخدم فيها العشب كله لان احنا قلنا التقسيم المورفولوجي فيه نباتات بيستخدم العشب كله فيه نبات انا بستخدم فيه الاوراق فيه نبات بستخدم فيه الاصهار يبقى انا على حسب الجزء اللي انا بستخدمه فيه النبات هنا فيه نباتات انا بستخدم العشب كله او بستخدم النبات كله ايه يا امثلة النباتات دي عندي زي البلادونة الداتورة السكرون المصري يبقى لو جالي في الامتحان من امثلة النباتات اللي انا باستخدمها او باستخدم فيها العشب كله يبقى البلادونة الداتورة السكرون المصري بعد كده ممكن يجيلي سؤال يقولي ما هي معوقات التوسع في زراعة وانتاج النباتات الطبية والعطرية قلنا معوقات يعني مشاكل بتقابلني عند زراعة النباتات الطبية والعطرية قلنا اول حاجة عندي ارتفاع تكلفة الانتاج وعدم توفر الايد العاملة انخفاض نسبة المادة الفعالة لان ممكن ان انا باستخدم اصناف بتكون غير او بتكون منخفضة الانتاج وان انا برضو ممكن ان انا باستخدم مبيدات واسمدة كيموية وفي الحالة دي هتقلل نسبة المواد الفعالة بعد كده عدم توفر الاصناف والسلالات علية الانتاج قلنا انخفاض نسبة المواد الفعالة نتيجة قلة الخبرة برضو في حاجة تاني ان احنا قلنا في بعض النباتات بنحتاج ان احنا نجمعها في اطوار مبكرة وفي بعض النباتات بنحتاج ان احنا نجمعها في اطوار متأخرة فممكن يكون مش موجود خبرة فاننا بأخر النباتات المبكرة اننا بجمعها وبالتالي تقل نسبة المادة الفعالة بعد كده بيقول لي اسكر عيوب جمع النباتات الطبية والعطرية البرية انا ايه هي عيوب جمع النباتات الطبية والعطرية البرية اول حاجة صعوبة جمعها صعوبة نقلها جمع نباتات مخالفة مع المنتج الجمع في اطوار نمو مبكرة ومتأخرة عن الطور المطلوب بعد كده ايه هي مميزات جمع النباتات الطبية والعطرية البرية اول حاجة ان هي بتكون رخيصة السمن نسبة المواد الفعالة فيها بتكون مرتفعة بتكون نقية خالية من المبيدات والاسمدة الكيموية بعد كده عندي المقاومات اللي انا بعملها لانجاح زراعة وانتاج النباتات الطبية والعطرية اول حاجة لابد من توافر الايدي العاملة لابد من توافر الاراضي المناسبة لابد من توافر خبرة عملية او خبرة علمية في زراعة النباتات الطبية والعطرية لابد من توافر رأس مال كافي لابد من توافر وسائل النقل وشبكات الطرق لابد من توافر الاسواق المحلية والعالمية لابد من توفر المناخ المناسب علشان يديني انتاج عالي هنتكلم النهاردة عن العوامل المؤثرة على نمو وانتاج النباتات الطبية والعطرية بالنسبة عندي ايه هي العوامل المؤثرة على نمو وانتاج النباتات الطبية والعطرية عندي بيكون فيه عاملين فيه عندي عوامل مناخية وفيه عندي عوامل ارضية العوامل المناخية اللي هي البيئة المحيطة بالنبات البيئة المحيطة بالنبات عندي زي الضوء درجة الحرارة الرطوبة الرياح الارتفاع عن مستوى سطح البح الأمطار كل الحاجات دي بتكون العوامل المناخية وفي عندي العوامل الأرضية العوامل الأرضية اللي هي بتكون خاصة بيئة طربة ايه هي أو بالوسط اللي أنا حزرع فيه النبات عندي زي التربة عندي زي الراي التسميد مسافات الزراعة يبقى لو جالي في الامتحان هي العوامل المؤثرة على نمو وإنتاج وعلى إنتاج الحاصلات النباتات الطبية والعطرية يبقى أنا دلوقتي هقول العوامل المناخية وهقول عندي العوامل الأرضية طبعا العوامل المناخية زي ما أنا قلت هقسمها إلى ضوء إلى درجة حرارة إلى رضوبة إلى رياح إلى أمطار الارتفاع عن مستوى سطح البح بعد كده العوامل الأرضية اللي هي بتكون عبارة عن التربة الراي التسميد مسافات الزراعة أول حاجة هنتكلم عنها اللي هو الضوء طبعا الضوء بيكون مهم جدا لأي نبات بيكون مهم في عملية البناء الضوئي يبقى لازم من توافر الضوء علشان النبات يقدر أنه يقوم بعملية البناء الضوئي علشان يقدر أنه يكون الكربوهايدرات يقدر أنه يكون السكريات هنا بتتكون نتيجة الضوء بتتكون الأحماض العضوية الأحماض العضوية دي بتكون أحماض دهنية الأحماض الدهنية دي بتتحد مع الجليسرين بتكون زيود سابتة لأنه ممكن يجيلي في الامتحان تتحد الأحماض الدهنية مع الجليسرين مكونة نقط يبقى بتكون زيود سابتة بالنسبة عندي هنا للضوء بيكون مهم جدا في تكوين القلودات بيكون مهم جدا في تكوين الجليكوسيدات أنه هو بيؤثر على الشكل الخارجي للنبات يؤثر على شكل الورقة شكل السلاميات شكل السوق يبقى الضوء بيكون ليه دور مهم في حياة النبات بالنسبة برضو للضوء بيكون عندي فيه انبات ضوئي يعني إيه انبات ضوئي؟ يعني البذول لا تنبط إلا إذا تعرضت للضوء وفيه عندي انبات لضوئي يبقى البذول لا تنبط يعني أننا لازم أننا أعرض البذول للإظلام علشان تنبط يبقى في الحالة دي أنا ما بعرضهاش للضوء ده بالنسبة عندي للضوء يبقى الضوء بيكون ليه أهمية كبيرة وأنه فيه عملية التمثيل الضوئي بتتكون الأحماض العضوية اللي بيتم تحويلها إلى أحماض ضهنية بتتحد مع الجليسرين وأنه بتكون زيود سابتة قلنا الضوء برضو بيكون ليه تأثير على إظهار النباتات الطبية والعطرية برضو بيعتبر الضوء عامل محدد كل الحاجات دي ممكن تجيلي في صورة صح وغلط أن الضوء ليس له عامل في تكوين القلودات أو الجليكوسيدات طبعا العبارة بتكون خاطئة لأنه هو بيكون عامل أساسي في تكوين القلودات والجليكوسيدات بعد كده يوجد نوعين لإنبات البزور قلنا فيه إنبات ضوءي إن البزور علشان تنبت لازم إن أنا أعرضها للضوء إنبات لضوءي علشان البزور تنبت لازم إن أنا أعرضها للظلام قلنا برضو إن الضوء بيؤثر في الشكل الخارجي للنبات يعني إيه بيؤثر في الشكل الخارجي للنبات أنا عندي الشكل الخارجي للنبات اللي هو عبارة عن الأوراق عبارة عن الأفرة عبارة عن السلاميات عبارة عن السوق كل الحاجات دي الضوء بيكون ليه تأثير مهم في الشكل الأوراق سواء الأوراق أو السلاميات أو السوق بعد كده أنا هنقسم النباتات على حسب تأثير الإضاءة أنا عندي تقسيم النباتات على حسب تأثير الإضاءة بتنقسم إلى 3 أقسام أول حاجة عندي مدة الإضاءة تاني حاجة عندي طول الموجة الضوئية تالت حاجة عندي شدة الإضاءة يبقى لو جالي في الامتحان تقسيم الإضاءة تقسم الإضاءة إلى نوعة يبقى إلى حسب مدة الإضاءة حسب طول الموجة الضوئية على حسب شدة الإضاءة بالنسبة عندي مدة الاضاء ايه هي مدة الاضاءة هي الفترة الضوء اللي بيتعرض لها النبات خلال 24 ساعة لان انا عندي في نباتات بتكون طويلة النهار بتحتاج الى ضوء بيكون فترة اضاءة بتكون طويلة ممكن تصل من 16 الى 18 ساعة امثلة زي النعناع الفلفلي بيحتاج الى فترة اضاءة عالية بعد كده بيكون عندي في نباتات النهار القصير يعني ايه نباتات النهار القصير يعني النباتات لا تنمو الا اذا تعرضت لفترة اضاءة قليلة ممكن بتصل فترة الاضاءة الى 12 ساعة امثلة النباتات النهار القصير اللي هي بتحتاج الى فترة اضاءة قصيرة عندي زي البابونجة الالماني وفي عندي نباتات محيدة يعني ايه نباتات محيدة يعني نباتات لا تتأثر بفترة الاضاءة سواء نهار طويل او سواء نهار قصير يبقى هنا هقسم مدة الاضاءة الى لو جالي في الامتحان تقسيم النباتات حسب مدة الاضاءة الى نباتات نهار طويل الى نباتات نهار قصير الى نباتات محيدة لكن لو قال لي تقسيم النباتات حسب تأثير الاضاءة يبقى هقسمه الى حسب مدة الاضاءة على حسب طول الموجة الضوئية على حسب شدة الاضاءة يبقى عندي هناخد اول حاجة ان نباتات النهار الطويل ان نباتات النهار الطويل هي التي تظهر عندما تكون فترة الاضاءة الضوئية اطول من حد معين قلنا بتحتاج من 16 الى 18 ساعة من الضوء امثلة النباتات دي زي النعناع الفلفلي بعد كده عندي نباتات النهار القصير هي النباتات التي تظهر عندما تطول فترة الاضلام عن حد معين امثلة النباتات النهار القصير مثل البابونك الالماني هنا بيقول لي يؤدي الى زيادة الزيت العطري في النورات لكن القيمة بتاعته بتكون منخفضة لكن الزيوت العطرية بتكون مرتفعة بيحتاج من 12 الى 14 ساعة بعد كده عندي نباتات محايدة يعني ايه نباتات محايدة؟ يعني نباتات تظهر بغض النظر عن فترة الاضاءة سواء فترة اضاءة طويلة او سواء فترة اضاءة قصيرة بعد كده عندي طول الموجة الضوئية طول الموجة الضوئية ده اللي هو عبارة عن الوان الطيف السبع الوان الطيف السبع عندي زي الاحمر البرتقالي الاصفر الاخضر الازرق النيلي البنفسيجي الالوان دي بيكون لها تأثير على نمو وازهار النباتات الطبية والعطرية وبيكون صعوبة فصل الموجات عن بعضها يبقى هنا عندي طول الموجة الضوئية اللي هي عبارة عن الوان الطيف السبع وان دي بتؤثر على نمو وازهار النباتات الطبية والعطرية بعد كده عندي شدة الاضاءة يعني ايه شدة الاضاءة يعني انا هل انا بعرض النبات لاضاءة عالية او بعرض النباتات لاضاءة ضعيفة لان شدة الاضاءة بتؤثر على نسبة الزيوت العطرية اللي بتكون موجودة في النباتات يعني عندي امثلة ان لو في زيادة في شدة الاضاءة في نبات العطر في الحالة دي هيؤدي الى زيادة نسبة الزيت العطري في الاوراق بنسبة من 50 الى 60% اكثر من النباتات اللي هي بتنمو في اضاءة ضعيفة يبقى عندي هنا نبات العطر بيحتاج الى اضاءة بتكون عالية علشان يقدر انه هو يديني زيوت عطرية بنسبة مرتفعة وانه ممكن تصل نسبة الزيوت العطرية من 50 الى 60% بعد كده لو انا عملت خفض في الاضاءة في البابونج الالماني اللي هيحصل هيؤدي الى تقليل عدد وحجم النورات وبرضو تقليل الزيوت العطرية لان انا عندي في البابونج الالماني انا بستخدم النورات بعد كده برضو لو انا قللت شدة الاضاءة بالتظليل الى يبقى هنا بتكون مفيدة بالنسبة لسمار الكسبرة اوراق النعناع الفلفلي الريحان لو انا عملت ضعف للاضاءة يعني عملت تظليل في الحالة دي بتؤدي الى زيادة نسبة الزيوت العطرية طبعا عندي النعناع الفلفلي بيؤدي الى زيادة نسبة المنتول اللي هي عبارة عن المادة الفعالة اللي هي بتكون موجودة في النعناع الفلفلي لكن لو احنا عملنا تظليل في نبات السلفية والفندر بيؤدي الى ناقص الزيوت يبقى هنا بالنسبة لشدة الاضاءة وانا شدة الاضاءة بتؤثر ان انا لو زودت الاضاءة في نبات العط بيؤدي الى زيادة نسبة الزيوت العطرية بنسبة من 50 الى 60% لكن لو انا قللت الاضاءة في نبات البابونج بيؤدي الى صغر حجم النورات وبرضو قلة الزيوت العطرية في النورات قلنا لان احنا بنستخدم النورات في البابونج الالماني لكن هنا انا لو عملت تظليل في نبات الكسبرة والريحان والنعناع بيؤدي الى زيادة نسبة الزيوت العطرية وبيؤدي الى زيادة زيت المنتول في النعناع الفلفلي لكن لو انا عملت تظليل في اللفندر والسالفيا في الحالة دي بيؤدي الى قلة الزيوت العطرية برضو عندي في حاجة تانية اللي هو نبات البلادونة ونبات الداتورة لازم ان انا اعرضهم لضوء الشمس لان طالما هم معرضين لضوء الشمس في الحالة دي بيؤدي الى زيادة نسبة القلودات لكن لو انا زرع البلادونة والداتورة في مكان مظلل بتقل نسبة القلودات وقلنا القلودات اللي هي بتكون المواد الفعالة اللي انا بستخدمها في النبات بعد كده عندي الحرارة طبعا درجة الحرارة بتكون عامل اساسي في التحكم في نمو وتطور النباتات لكن بيكون في اختلاف بين درجة الحرارة سواء في الليل او في النهار ده بيؤثر على نمو وتطور النباتات الطبية والعطرية هناخد امثلة ونشوف ايه هي النباتات اللي بتناسبها درجة حرارة معينة وليكن عندي نبات السقران المصري لو هو عند النمو في درجة حرارة 27 درجة مئوي ليلا هنا في الحالة دي انه هو بينمو لكن لا يظهر يبقى انا لو عربت نبات السقران لدرجة حرارة 27 درجة مئوي هيبتدي انه هو يديني نمو ولا يديني اظهار لكن انا لازم ان انا اعرضه لدرجة حرارة 24 درجة مئوي علشان في الحالة دي يبتدي انه هو يديني اظهار لان انا قلت النبات السقران المصري نبات انا بستخدم العشب كله سواء الاوراق سواء السوق سواء الازهار يبقى هنا انا لازم ان انا اعرض النبات لدرجة حرارة 24 درجة مئوي علشان يبتدي انه هو يديني اظهار بعد كده بالنسبة للزيوت العطرية بتزيد نسبة الزيوت العطرية لو درجة الحرارة مرتفعة بس لو حصل ارتفاع شديد في درجة الحرارة في الحالة دي إيه اللي هيحصل هيبتدي تتبخر الزيوت العطرية وبالتالي تقل أو تنخفض الزيوت العطرية يبقى هنا ارتفاع درجة الحرارة بتؤدي إلى زيادة الزيوت العطرية لكن الارتفاع الشديد بيؤدي إلى قلة الزيوت العطرية قلنا ليه؟ قلنا علشان بيحصل تبخر نتيجة الارتفاع الشديد في درجة الحرارة بعد كده عندي في عندي زي نبات الدخان نبات الدخان ده بيحتوي على قلويد اسمه قلويد النيكوتين يبقى بالنسبة نبات الدخان بيحتوي على قلويد اسمه قلويد النيكوتين يبقى دي المادة الفعالة اللي هي بتكون موجودة فيه نبات الدخان لو انا عرضته لدرجة حرارة 20 درجة مئوي بيؤدي إلى زيادة نسبة أو بيؤدي إلى زيادة قلويد النيكوتين لكن لو انا عرضته لدرجة حرارة من 11 إلى 12 أو درجة حرارة 30 في الحالة دي هيقل أو ينخفض قلويد النيكوتين يبقى هنا بالنسبة لنبات الدخان أنصب درجة حرارة 20 درجة مئوي قلنا ليه 20 درجة مئوي قلنا علشان يديني قلويد النيكوتين بنسبة مرتفعة لكن بينخفض عند درجة حرارة من 11 إلى 12 درجة مئوي أو 35 درجة مئوي بعد كده عندي فيه مادة اسمها مادة الكابسيسين مادة الكابسيسين دي بتكون موجودة فيه نبات الشطة لو انا عرضت نبات الشطة للحرارة وعرضتها للجفاف في الحالة دي هيؤدي إلى زيادة مادة الكابسيسين لكن لو انا عرضتها لانخفض درجة الحرارة في الحالة دي هتقل مادة الكابسيسين في نبات الشطة بعد كده بيقول لي نمو النباتات بيعتمد على درجة الحرارة التي تنمو طب هنا درجة الحرارة اللي هي بتكون ملأمة لنمو النباتات الطبية والعطرية لأنه ممكن يجيلي في الامتحان درجة الحرارة الملأمة لنمو النباتات الطبية والعطرية بتكون من كم لكام بتكون محصورة بين من 10 إلى 35 درجة مئوي هنا بيقول لي لو بترتفع أو بيزيد النمو بارتفاع درجة الحرارة وبيقل بانخفاض درجة الحرارة بعد كده بيقول لي الزيوت السبتة اللي بتتكون عند درجات الحرارة المنخفضة دي بتحتوي على أحماض دهنية بتكون غير مشبعة عن اللي هي تكونت في درجة حرارة مرتفعة بعد كده برضو في عندي نبات القنب الهندي اللي هو نبات الحشيش ده المادة الفعالة اللي بتكون موجودة في القنب الهندي اللي هو عبارة عن الراتنج المخدر بالنسبة للراتنج المخدر ده بتزيد كمية الراتنج المخدر لان دي نسبة المادة الفعالة اللي هي بتكون موجودة في القنب الهندي دي بتزيد لو هو موجود في مناطق فيها درجة الحرارة بتكون مرتفعة لكن في المناطق الباردة بتقل المادة الفعالة اللي هو عبارة عن الروتنج هنا لو قال لي طب أنا لو زرعت في مناطق باردة كده النبات لا يحتوي على مواد مخدرة أو لا يحتوي على مواد فعالة فأنا ممكن أن أنا باستخدم النبات استخدامات أخرى ممكن باستخدم النبات في صناعة الحبال القوية يبقى عندي هنا القنب الهندي عندي نبات الشطة علشان تتكون نبات الشطة علشان يتكون مادة الكابسيسن اللي هي بتكون مسؤولة عن الحرافة لازم أن أنا أعرض النبات لدرجة حرارة مرتفعة ولازم أن أنا أعرضه للجفاف برضو عندي في نبات القنب الهندي قلنا الراتنج ده بيكون عبارة عن المادة الفعالة أو المادة المخدرة لازم أن أنا أعرضه لدرجة حرارة مرتفعة علشان يبتدي أن هو يكون لي الراتنج لكن لو أنا زرعته في مناطق باردة لا يتكون الراتنج وفي الحالة دي أن أنا ممكن باستخدم النباتات استخدامات أخرى ممكن باستخدمها في صناعة الحبال بعد كده بيقول لي أن في نباتات لو نمت في درجة حرارة منخفضة ولتكن 16 درجة مئوي عندي النباتات اللي أنا باخد منها ريزومات عندي النباتات اللي أنا باخد منها سوق ماددة في الحالة دي لو هي بتنمو في درجة حرارة أعلى بتكون عدد قليل من الريزومات ولا تكون سوق ماددة بعد كده عندي الرطوبة الجوية يبقى هنا اتكلمت من العوامل المؤثرة على نمو وإنتاج النباتات الطبية والعطرية قلنا أول حاجة حنتكلم عنها قلنا في عوامل مناخية وفي عوامل أرضية احنا بنتكلم عن العوامل المناخية تكلمنا عن الضوء تكلمنا عن درجة الحرارة وقلنا ده بيكون أساسي وبيكون مهم في حياة النبات قلنا الضوء بيكون مهم في عملية التمثيل الضوئي لأنه بيكون السكريات وبيكون الكاربايدرات عن طريق الضوء بيكون له عامل محدد في تكوين الخلودات تكوين الجليكوسيدات قلنا بيكون له عامل محدد في نمو وإظهار النباتات بيؤثر على الشكل الخارجي للنبات بعد كده قلنا درجة الحرارة برضو بتكون مهمة في نمو النبات وكل نبات بيحتاج إلى درجة حرارة معينة في نبات بيحتاج إلى درجة حرارة مرتفعة في نبات بيحتاج إلى درجة حرارة منخفضة قلنا اللي بيهمنا تكوين المادة الفعالة في نبات بيكون المادة الفعالة عند درجة حرارة منخفضة وفي نبات بيكون المادة الفعالة عند درجة حرارة مرتفعة بعد كده تالت حاجة عندنا الرطوبة الجوية بالنسبة للرطوبة الجوية النباتات اللي بتنمو فيه جو مشبع بالرطوبة في الحالة دي اللي هيحصل هيزيد نموها انا عندي النباتات بزرعها فيه اماكن فيها مية او فيها رطوبة يبقى بيبتدي انه هو يزيد النمو وفي الحالة دي النباتات بتكون عصيرية لكن الخلايا او الجدر بتكون رقيقة بعكس النباتات اللي انا بزرعها في المناطق الجفة النباتات الجزور بتكون قوية او الجزور بتكون سميكة هنا النباتات انا بزرعها في مناطق جفة وبالتالي النباتات بتكون غير عصيرية لكن النمو بتاعها بيكون بطي يبقى بالنسبة عندي رطوبة الجوية قلنا النباتات اللي بتنمو فيه جو مشبع بالرطوبة قلنا بزيد نموها النباتات بتكون عصيرية او عصيرية قلنا بتكون جدر رقيقة لكن اللي بتنمو فيه جو جاف بتكون غير عصيرية النمو بتاعها بيكون بطيء بتكون بتكون خلايا بتكون سميكة بعد كده بيقولي النباتات الحولية والمعمرة الخشبية بتكون السقون اقصر واقل سمكا عند نموها في جو جاف كثير من الانواع النباتية يتوقف النمو القدري وتتجه الى الازهار عندما تتعرض لرطوبة جوية قليلة جدا يعني في بعض النباتات لو انا عربتها لرطوبة جوية قليلة في الحالة دي اللي بيحصل بتبتدي ان هي تتجه للازهار بعد كده عندي الرياح بالنسبة للرياح بيكون لها تأثير نافع وبيكون لها تأثير دور بيكون لها تأثير نافع او تأثير مفيد في عملية التلقيح في عملية انتشار البزور والسمار بيكون بيها برضو لها دور نافع في جفاف التربة في الربيع يبقى عندي هنا تأثير الرياح ان الرياح بيكون لها تأثير نافع وبيكون لها تأثير دور قلنا بيكون لها تأثير نافع في عملية التلقيح وفي جفاف التربة في الربيع بالنسبة عندي تأثيرات ضرة للرياح على النباتات بالنسبة ايه هي التأثيرات الضرة اول حاجة عندي التكفيف والتقزم يعني ايه تكفيف وتقزم ان هو عندي هنا الرياح بيكون لها تأثير على النبات لو في رياح اللي بيحصل للنبات ده بيكون تأثير فيسيولوجي داخل النبات بيبتدي النبات لو في رياح شديدة بيفقد المياه الموجودة عن طريق عملية النتح وفي الحالة دي بيحدث خلل في النبات وبالتالي بيؤدي الى جفاف النبات علشان كده انا بقول طالما في رياح في الحالة دي هيؤدي الى قلة المياه وبالتالي هيحصل جفاف وبالتالي هيحصل تقزم لان احنا قلنا النباتات اللي هي بتنمو في بيئة جفة في الحالة دي النمو بتاعها هيكون بطي يبقى هنا عندي ممكن يجيلي في الامتحان ما هي التأثيرات الضرة للرياح يبقى اول حاجة عندي التكفيف والتقزم يعني ايه التكفيف وتقزم قلنا النبات بيفقد المياه عن طريق عملية النتح في الحالة دي بيؤدي الى خلل في النبات وبالتالي النبات هيحصل له جفاف وبالتالي يحصل له تقزم بعد كده عندي مساحة الاوراق وارتفاع النبات بيختلف كلما زادت مساحة الاوراق او كلما كانت حجم الاوراق كبيرة في الحالة دي الاوراق هتفقد كمية كبيرة من المية عن طريق عملية النتح وزي ما انا قلت في الحالة دي هيحصل للنبات جفاف يبقى دا بيكون على حسب مساحة الاوراق او على حسب ارتفاع النبات بعد كده بيقول لي ان لو في استمرار في الرياح ممكن في الحالة دي اللي بيحصل للنبات ممكن بيؤدي الى قتل النبات ممكن بيؤدي الى كسر الافرع ممكن بيؤدي الى سقوط الازهار والسمار ممكن يؤدي الى تقليع النباتات يبقى هنا الرياح بتكون لها تأثيرات هنا الرياح اما بيكون لها تأثير فسيولجي دا اللي هو بيكون داخل النبات زي ما انا قلت بيحصل زيادة او زيادة معدل النتح وبالتالي بيحصل جفاف للنبات او بيكون تأثير ميكانيكي دا اللي هو التأثير على النبات من الخارج انه هو بيؤدي الى قتل النبات بيؤدي الى سقوط الازهار سقوط السمار كسر الافرع تقليع النباتات كل دي بتكون تأثير ميكانيكي هنا بيقولي يؤدي استمرار هبوب الرياح الجفة الى قتل جميع الاوراق والسيقان الحديثة في خلال ساعات قليلة وسقوط الازهار كما في الموالح وحبة البرقة وسقوط السمار كما في الموالح والكسبرة برضو بيؤثر بشدة على المحصول القضري والزهري والسمري والبزري هنا بيقولي يؤدي برضو الهبوب المستمر للرياح من اتجاه واحد الى تشويه وحدوص تغير مستديم في شكل وضع الاعضاء النباتية النامية وبالتالي بيحصل لها تقزم وتشويه للنباتات وبيمتد التشويه ممكن يؤدي الى رقاض النباتات وبالتالي يؤدي الى نقص عدد كبير من المحصول برضو انا قلت ان الرياح بيكون لها تأثير على النبات من الخارج بيؤدي الى تأثير الافرع او اقتلاع النباتات وممكن بتقضي على المحاصيل وبتسبب خسائر فادحة للمحاصيل اللي انا زرعها في سواء نباتات طبية او سواء نباتات قطرية بعد كده عندي الامطار يبقى تكلمنا عن درجة الحرارة وتكلمنا عن الضوء تكلمنا عن الرياح بعد كده حنتكلم عن الامطار الامطار بالنسبة للامطار بيؤدي الى فقد المركبات القابلة للزوابان في الماء من الاوراق يعني انا عندي لو المواد الفعالة بتكون موجودة في الاوراق نتيجة الامطار اللي بيحصل سقوط الامطار بيؤدي الى غسيل الاوراق وبالتالي فقد المادة الفعالة يبقى هنا يؤدي الى فقد المركبات القابلة للزوابان في الماء من الاوراق والجزور نتيجة عملية الغسيل هنا في بعض النباتات زي ما احنا قلنا في بعض النباتات بتحتوي على قلويدات دي بتكون موجودة في الاوراق برضو بيؤدي الى قلة محصول المادة الفعالة تحت الظروف الرطبة من النباتات وبتعطي محصول الكبير بعد كده اخر حاجة عندنا اللي هي بتكون تبع العوامل المناخية اول حاجة اخر حاجة عندنا الارتفاع عن سطح البح بيؤثر الارتفاع عن سطح البح في نمو وانتاج النباتات الطبية والعطرية عندي نخيل جوز الهند بيحتاج الى مناخ بحري علشان كده بيلمو جيدا عند مستوى سطح البح بالنسبة برضو عندي قصب السكر من النباتات المناطق المنخفضة ممكن يجيلي في الامتحان الشاي يحتاج الى ارتفاع نقط بالنسبة للزراع عند مستوى سطح البح من 100 الى 2000 متر بالنسبة للبون من 800 الى 1800 متر بعد كده عند الكاكاو على ارتفاع من 100 الى 200 متر بيقول لي هنا تحتاج نبات الراوند والكينة ازراع على المرتفعات في حالة الكينة بينمو جيدا لكن في المناطق المنخفضة لا ينتج قلودات بكمية اقتصادية عندي هنا نبات البرسرام بيعطي اكبر محصول من النورات والمركبات الفعالة لو انا زرعته على ارتفاعات عالية ده بالنسبة عندنا العوامل المناخية يبقى انا النهاردة اتكلمت عن العوامل المؤثرة على نمو وانتاج النباتات الطبية والعطرية اتكلمت عن العوامل المناخية قلت فيه عاملين عوامل مناخية وعوامل ارضية اتكلمنا عن العوامل المناخية وقلنا ايه هي العوامل المناخية اللي هي عبارة عن البيئة المحيطة بالنبات سواء درجة الحرارة سواء الضوء سواء الرياح سواء الارتفاع عن مستوى سطح البح سواء الامطار كل دي بتكون عوامل مناخية وقلنا ان الضوء بيكون مهم للنبات ومهم في النمو وازهار النباتات وتكوين القلودات والجليكوسيدات وتكلمنا قلنا تقسيم تأثير الاضاءة قلنا على حسب مدة الاضاءة يعني ايه مدة الاضاءة الفترة اللي بيتعرض لها النبات خلال 24 ساعة قلنا عندي نباتات نهار طويل نباتات نهار قصير نباتات محايدة وبعد كده تكلمنا عن طول الموجة الضوئية وتكلمنا عن شدة الاضاءة وقلنا بعد كده درجة الحرارة انصب درجة حرارة النمو والنباتات الطبية والعطرية بتكون من 10 الى 35 درجة مئوي بيقل النمو بين خفوات درجة الحرارة وبيزيد بارتفاعها وقلنا في نباتات بتحتاج لدرجة حرارة مرتفعة علشان تقدر انهيات الديني مواد فعالة بنسبة عالية وفي نباتات بتحتاج الى درجة حرارة منخفضة علشان تقدر برضو تديني مواد فعالة بنسبة عالية وحنتكلم في الحلقة القادمة ان شاء الله عن العوامل الارضية المؤثرة على نمو وانتاج النباتات الطبية والعطرية وبكده تكون انتهت حلقتنا واتمنى لكم النجاح والتوفيق وإلى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا